السيدة المصطفى تتفضل اللي كنت بوصية عليهم وقعدوا في المستشفى السنين طويلة فأنا كنت الوصية عليهم كنت بجري في بجري لهم مثلا في الاعانات في المعاش في دفدة فجم توفه وكان في مبلغ باسم أنا اللي جاية بيه طيب دلوقتي بعده ما توفه وابني بيخسل وبنتي بردو بقولها يا ولدها طيب فمش عارفة انا دون بأخواتي ليهم فيه ولا بتاعنا الفلوس اللي جات لك دي دي فلوس الخارجة الفلوس الخارجة لا لا الفلوس كانت اعانات وكنت بقدم عليها وكده فالفلوس دي جات باسمك انتي جات باسم أنا بس انا بقى الايام اللي فاتت دي جي تجري لأي مبلغ ليهم من اي حت قالوا لأ طراما ان هما توفه ما لكيش ان انت تغذي معاش والدك ولا تغذي اي حاجة طيب خلاص انت دلوقتي بتسأليني الفلوس اللي انا خدتها لأعانات عشان اخواتي دي هل من حق احد يجي طالبني من اولادهم مثلا ان انا اخواتهم 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 ليه نصيف يوم الجواب لو كان الاعانات دي تلعد باسمك باعتبارك ان انت اللي بتنفق عليهم وباعتبار ان انت بتتولى امرهم فهذه الاعانة طلعت ليك انت باعتبارك ان انت بتتولى الامر دوت وليس من حق احد ان يطالبك بهذا لان دي اتنوع من انواع التبرع والتبرع ده خرج لك انت فتباخدها من جهات حكومية حتى لو ده فالجهات الحكومية حددت ان انت محل هذا التبرع يعني الحكومة دلوقتي بتعينك بتكفل هؤلاء هؤلاء المرضى فبتكفل هؤلاء المرضى مش بتديهم فلوس ملك لا بتديهم للشخص اللي يستطيع ان هو ينفق عليهم فبتدهوله باسمه مدام الشيك او مدام الوثيقة طلعت باسمك فهي دي لك وليس لأحد اخر ان يطلب ان هو يكون لي نصيف ده بس انا ما بلغت شختي بكده هل يكون عرام؟ انت مش لازم تبلغي اختك لان هي طالعة باسمك انتي هي طالعة باسمك انتي فمش واجب عليك ان انت تبلغي اختك ودوت لاني ده نوع من انواع الكفالة والاعانة ونوع من انواع التعاون عن البر والتقوى وهو طالع باسمك عشان انتي تتولى امرهم فده لهو مراسة عشان هم يعرفوا لا ده نوع من انواع التبرع ونوع من انواع الاعانة التي في الحقيقة تكون مخصصة لمن صدرت باسمه فانتي مش واجب عليك ان انت تبلغي حد ومفيش حد من حق انه يطلب انه هو يحصل على جزء من هذه الاعانة نعم